السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم معي في طبقان كوزين اليوم فيديو جديد ان شاء الله فيديو جديد اليوم سيكون تحضير جديد الحويجات سوف نضيف الحراشات بالطون والزيتون وكذلك الففلة ونقدم لكم جديد الوصفات كاقتراحات القوتي و بسم الله اول حاجة سوف نبدأ فيها للحراشات هنا عندي نصف كيلو دي سميدة رقيقة يمكن تكون مغربة غادي نزيد عليها واحدة مالقة صغيرة نزيد الملحة وهنا شوية ديالت الزاتر وغادي نضيف مالقة صغيرة ديالخميرة الحلويات ومالقة صغيرة ديالسكر وهنا عندي نصف كاس ديالزيت وزيت العادية زيت ديالطون لسفيت وهنا غادي نخلط النواشي في كاملة وغادي نضيف ذاك الزيت وغادي نضيف كذلك مع القاة كبيرة ديالت الزبدة هنا غادي ندخل ذاك الزبدة والزيت في سميدة كاملة حتى كتلبس لنا جميع الحوبيبات ديال السميدة بهاد الزيت والزفدة كنبس بسوها مزيان من بعد ما كتلبس ذاك السميدة ولا حوبيبات سميدة كاملة مزيان ما باضيتها غادي ناخذ واحد معلقة كبيرة ديالخميرة الفورية وغا نضيف نضيفه في كاس ديالماء الدافئ هنحركها كيف ما كتشوفو هنحركها مزيان حتى كتتوب من بعد ما غا تخلط غا نضيفها على خالات ديال سميدة وغا نحرك غير بالمعلقة وغا نضيف كذلك الكأس تاني وغا نحرك غير بالمعلقة باش من نعجنش ديك سميد وغا نضيف كذلك كأس تالت ديال الماء وغا نخلي فيه واحد شوية يعني ما غاديش نديرو كامل او لما غاديش نفرغو كامل كنخلي واحد الربع ديالو وكنحرك وانا كنشوف هنا القاوم ديال هكيف كتشوفو راه مرخوف شوية كنضيف علبة ديال طون وغا نضيف نسف الفلفلة اللي هي مقطع رقيقة صفرة ديرو اي نوع بغيتو وغا نضيف كذلك شوية ديال الزيتون الاخضر اللي مقطع رقيق وغا نبقا نحرك غير بالمعلقة حتى كتتحرك مزيان او كتدخل ديك العناصر مع بعدياته هذا هو المال اللي بقى من الكأس الثالث هنخلي هكا ترتاح واحد عشر دقيق سافي وكننوجدو الحريشات وهنا باش غا نشكل هاد الحريشات ويجوني بقادي متساويين كنختار انا هاد الغلاقة اللي كتكون ديال شوكولا شوكولا بغيتو عندي هادي ديال شوكولا نتيللا باش كتجيني العبارات متساوية والحريشات كيجوني بقادي عبادياتكم كيف ما كتقدروا تديرو الاطار العادي اللي كنصابوا به الحرشة حتى هو الى كان موجود كيجيته هو مزيان وصافي هنا كننفند ديك الكورة ديت الحرشة في السميد الرقيق وغنوضعها فوق المقلة اللي كتكون ديال شوكولا سخنات صافي هنا غا نبقاك نشكل في الحريشات حتى قد نكمل كمية اللي عدي موسيقى 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 كنت سنعليهم حتى كي بداي تغير اللون ديالهم من الفوق كي يبانون لنا بيضين ففي فهد الأثناء رغي تكون طابت من التحت ونقلبوها الوجه الثاني ومستعمار رحتها غد نكمل طيب ديالهم كامدين هنا ها هما بدوا كيتحمروا لنا وهذه النتيجة ديالتهم الاخير وندوز نوجد معكم الكيك ديال الكريمة وديالشوكولة كي يجيته ورائع وكي يجي خفيف والديد هنا ها نحتاجوا فيه وجوج ديال البيضات نقرق بيس ها ديالت الملحة هادي نطربهم زيان نزيد عليه كاس اللاروب ديال ساندة وقد نزيد عليه كذلك كاس اللاروب ديال الزيت نطرب المكونات مع بعدياتها هنا ها نحتاجي تغير للطرب العادي يعني الطرب اليدوي هادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب مع مرش وغادي نستمر في تطرب ديال البوكونات هادي نضيف لهم كيس ديال فاني وغادي نضيف جوج ديال كيسان ديال الدقيق وغادي نضيف كذلك جوج الأكياس او لا زوج ساشيات ديال كاكاو كيسان ديال كاكاو كتعودوهم مع القاونس ديال الكاكاو المر هادي نغرب لهم مزيان مع بعدياتهم باش نتخلص من ديال الحوبيبات اللي كتكون في الكاكاو وحتى في الدقيق هادي ندخل ذاك الخالط ديال الدقيق مع الكاكاو في الخالط حتى كيولي القوام ديالو هكتا كيشي خفيف وغادي نفي الاخير غادي نضيف جوج الأكياس ديال الحميرة الحلويات حتى هي غادي نغرب لها وغادي ندخلها في الخالط هنا الخالط سبح فواجد غا نوجد المول اللي غادي ندخل فيه الكاك ديالي هنا انا استعملت هاد المول اللي كيجي بحل شكل ديال المول اللي عجيب باش نقدر ندير الكريمة من الفوق قادي نفرغ الخالط كامل وفي هاد الاثناء كنا نشعلو الفران 180 درجة وغادي ندخلو الكاك ديالنا كاتب من تحت ومن الفوق وغادي ندوزو باش نوريكم الكريمة اللي غادي تكون من فوق من بعد ما كنفرغ ذاك الخالط ديال كاك نحاول نخبطوها كده باش نتخلص من الهواء اللي فيه وكيجي مستوي وبيد ما كيتاب لنا الكاك ندوزو نجدو الكريمة فاح الكاسرونة غادي ناخد جوج كيسان ديال الحاليب غادي نزيد عليهم واحد جوج معالق كبار ديال الناشا او لالماي زينا نزيد جوج معالق كبار ديال السكر ومالقة كبيرة ديال الكاكاو او لبودرة الكاكاو وغادي ناخد واحد ديال مالقة خشبية وغا نحركهم قبل ما نوضعها فوق البوطة نحركها مزيان حتى كده بيدك السكر مع الكاكاو ونتخلصوا من الحبيبات اللي كتكون ديت الكاكاو وكذلك ديال الناشا وفوق البوطة على نار هاد او كنبقى كنحرك في الخالد كنبقى كنحرك حتى نحس باللي الخالد يالي بدكي اعقاد كيفما كتشوفوها هو اه اعقاد لنا هنا غادي نتفعل البوطة وغادي نضيف واحد ست القطاع ديال الشوكولة الاسود وهنا كتكون ديال الكاكا هو وجد كنا نضيف واحد كيوغدوم باش نشوف الوسط دياله واشطاب وعدي نقلبو فو حد تبصيل وندوزو باش نفرغوا ديال الكريمة اللي وجدنا كتشوفو رح كيجي هاد كاكا خفيف كيجي القاوم دياله اسفنجي من بعد ما كيدو بدك الشوكولة اللي وجدت في الاخير هادي نفرغوا على الكيك كنفرغ ديالك الكريمة كاملة وهي ساغنة باش كتشرب لنا حتى ديالك الكيك كتشرب الكريمة وكتجي من الوسط كتشرب الكريمة وهنا التزيين كيبقى كيف ما بغيتو انا التزيين ديالو غادي ندير هاد الحبيبات ديال الزرارة يكيكونوا هكتا ملونين عندي فوق عندي فوق عندي فوق الفوق الكريمة وهي ساغنة باش كي تشد لنا دياله الحبيبات موسيقى كانوا هادو من قطرحات ديال اليوم قطرحات ديال القوت داي باش كتنوع القوت داي ديالكم كان الكيك ديال الشوكولة وبالكريمة ديال الشوكولات كتجي لديدة وكتجي رطبة وكذلك كالحراشات المالحين ديال الثون و الزيتون و الفلاح تاوما كيجي رطبين وكيجي بنان بسف شكرا على حس المتابعات اتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وما تنسونيش ملي لايك والتعليق زوينة كالعادة وما تنسوش تبارتاجوا الفيديو مع الاسدقاء ديالكم في موقع التواصل اكدا باش كتشجعوني نبقى نحط لكم فيديو يازو اكتر شكرا ومع السلامة